انت قلت بقى كلام مهم جدا دلوقتي قلت انه اولا احنا عملنا ديفيلي مزبوط وده بيخليني هقضة افكر معاك بصوت عالي بقى وهقول لك يا شادي وتقول لي يوسف احنا تقريبا ممكن نبقى فصلنا بعض ده انا عجز شوية ده اكيد بس لقيت ان انت عندك شعر ابياد وانا شعر ابياد وحاجاز كده فماشي موضوع ديفيلي عفو موضوع ديفيلي ده حلو قوي هل احنا ممكن نسرح بخيالنا ونحلم بانه نقدر بعد كده ننظم ديارنا او الديفيلي بتاعنا ده برا والناس الاجانب في اوروبا وفي امريكا يشوفوا الحاجة بتاعتنا وبالتالي نبقى بنحول الموضوع لحتة تانية زي ما بتقال يعني بنطلع خطوطين تلاتة على السلم احنا فعلا خدنا من الخطوطين تلاتة خطوطين فعلا منه 100 مين احنا معنا المرة دي المجلس تصديري لحرف اليدوية وترسية برافو موجود جوه المعرض بدأ يتحرك ما بين العرضين يشوف المنتجات عشان نقدر نوصل بالكواليتي والمعايير اللي تخلينا فعلا نوصل زي ما حراج بتقول بزبط اقدر اطلع برا اقدر اعرض منتجي اقدر كمان اعرف المعايير والزوء المتاح برا ايه فالمجلس التصديري موجود معنا احنا جمان يعني في اسناء الافتاح وقعنا بورتوكول تعاون مع المجلس التصديري ويه مع احد مؤسسات المجتمع المدني وصندوق نعم الحرف اليدوية والبيئية ده يتبع الوزارة تضمن عشان ننشئ اول مصنع للسجاد في اكتر من 800 عامل في 200 نول سجاد يدوي الحرير اللي احنا نقدر فعلا نفتح بيه سوق تصدير نرجع تاني على السوق العالمي في تصدير السجاد احنا كنا مشهورين جدا بالسجاد زماني سجاد المنوفية اه مزبوط ويعني لكن احنا محتاجين تصميمات جديدة تصميمات عصرية ده الجزء اللي بيضيفوا لينا المجلس التضييري للحرف اليدوية وتراثية طب اقولك الحاجز غارق من المنتلع الفصل انا مش من مشجعين التصميمات العصرية انا من مشجعين التصميم الغارق في المحلية بتاعي لانه ده اللي الخواجه عايزه هو عاوز النقشة بتاعتي والرسمة بتاعتي والشغل اليدوي بالتراث المصري ده بالشكل الريفي والشكل التلقائي اللي معمول فيعني زوقوا في الحتة دي حاضر